السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصدقائي العزاء مرحبا بكم في فيديو جديد في الفيديو ده هنتكلم عن تخفيضات السيارة بروتون ساجة مضي 2020 الفئة الأوتوماتيك اللي هو تخفيض أصلا ملوش أي لازمة فيديو النهاردة ده واحد من سلسلة فيديوهات بتتكلم في تخفيض السيارات في مصر لمينا كل التخفيضات اللي تمت من 2019 لحد وقتنا هذا في سلسلة واحدة عشان قبل ما تاخد قرار الشراء تخش تشوف الشركة اللي هتشتري منها هل فعلا خفضت العربية وتعرف العربيات المنافسة وهل العربية قوية في فئتها السعرية ولا في أفضل منها وعشان تعرف هل الشركة فعلا عاملة تخفيض حقيقي ولا زي بروتون ساجة كده تخفيض ملوش أي لازمة تخفيض وهمي لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا الجديدة نبدأ على بركة الله دخلت الشركة بروتون أيضا في موجة تخفيضات بكشفها عن تخفيض بروتون ساجة الفئة الأوتوماتيك فقط بتقدم بروتون ساجة للسوق المصري فئتين واحدة مانيول واحدة والتانية أوتوماتيك وشفنا الفترة اللي فاتت العديد من التخفيضات في أسعار السيارات من جميع الشركات وفي جميع الفئات السعرية بداية من رينو لوجان مرهم التخفيضات التركية وحتى تخفيضات لادا جرانتا وهي انضاي دلوقتي بنشوف تخفيضات ساجة الجديدة بروتون ساجة عربية اقتصادية بتنافس عربيات زي رينو لوجان وأريزو فايف و لادا جرانتا التخفيض الأخير على العربية هو على الفئة الأوتوماتيك بيحاول التخفيض انه يدخلها في منافسة مع العربية التانية بروتون ساجة بتخفض سعر الفئة التانية الأوتوماتيك فيها 3000 جنيه ودي نفس القيمة اللي تم تخفيض جرانتا بيها من أيام حيث تم تخفيض أسعار لادا جرانتا الفئة الأولى والتانية بحوالي 3000 جنيه مصري التخفيض على فئات السيارات المانيول والأوتوماتيك دلوقتي بنشوف التخفيض ساجة على الفئة الأوتوماتيك فقط الفرق بين الفئتين الاولى والتانية الاولى مانوال فيها فرش وماش فاميج نوت سبويلر خالفي انظار انظمة امان زي فرامل اي بي اس و اي بي دي وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي ودي نزلة ب 185 الف جنيه الفئة التانية اللي نزل عليها التخفيض الاوتوماتيك فيها زيادة عن اللي قلناها في الفئة الاولى كشفات ضباب وفتيس اوتوماتيك ونزلة بسعر 195 الف جنيه كان سعر العربية قبل التخفيض 198 الف وبعد ما تم التخفيض بقى سعرها 195 الف جنيه والتخفيض طبعا ما غيرش من الفئة السعرية وما حطهاش في اي مكان تاني هي في نفس مكانها وهي طبعا اقل من باقي السيارات المنافسة لها ومش هيخليها تحصل على اي نسبة في المبيعات خاصة في الفئة السعرية دي يعني من الاخر التخفيض ملوش اي لازمة قناة الفيديو اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة اشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد